بشكل متسارع وغير مسبوق يتهى الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية حيث سجل مستويات قياسية هي الأدنى منذ عقود وهو من عكس على القيمة الشرائية للريال اليمني ليجد المواطن البسيط نفسه غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء في وقت تشهد البلاد أوضاعا اقتصادية مزرية لن تتوقف معها على ما يبدو أسعار السلع والمنتجات الأساسية من الارتفاع للأسف تعيش العملة اليمنية الوطنية في مارب أسوأ مرحل الانهيار حيث الأسعار في ارتفاع متزايد ومستمر للأسف هنا في مارب نعيش أسعار سياحية وغير مسؤولة ولا نعلم أين المسؤولية الوطنية والمجتمعية تجاه البنك المركز اليمني وتجاه أيضا المسؤولين في الشرعية تخبط كبير إذن تشهده السوق المصرفية في مارب حيث تتأرجح أسعار الدولار ما بين 700 و730 في مقابل ذلك قفز الريال السعودي إلى 200 ريال ما ينذر بخطر مزيد من الانهيار للعملة الوطنية وسط تضارب حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك المتضررون في كابفة أنحاء الجمهورية لأن الأسعار في صنعاء شكلية سعر الدولار المنخفض بفارق 100 ريال عن مارب أو عن عدن لكن الأسعار مرتفعة بنفس وربما في صنعاء أكثر ارتفاعا في كثير من السلع إذا ما استثنينا بعض السلع التي تأتي من ميناء الحديدة وليست من الموانئ القريبة ومع هذا تجمرك في المناطق التي تحت سيطرة مليشيا الحوثي هذا التضارب الحاصل هو نتيجة عدم سيطرة الحكومة بشكل فعلي على سوق النقد يغيب الدور الحقيقي للحكومة التي يعول عليها الناس في إحداث تغييرات اقتصادية وعسكرية من شأنها إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل سنوات وخلق حالة توازن بين الأسعار المشتعلة والقدرة الشرائية للناس فضلا عن التركيز والبحث عن حلول ومعالجات تحد من تدهور العملة اليمنية وتأمين فرص القدرة على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن اليمني التدهور الذي منيت به العملة اليمنية أن عكس على القيمة الشرائية للريال لتبدو الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للناس قاية في الصعوبة والتعقيد في وقت تكثر فيه الأسئلة حول جدية الدولة في خلق معالجات حقيقية قادرة على إيقاف هذا التدهور المريع خصوصا في الجانب الاقتصادي خليل طويل قناة بالقيمس مأرب